اشتركوا في القناة وخمسين الف شخص على الاقل ومختبر كورونا المستجد الوحيد هناك وعقب وقف اطلاق النار صرح رئيس الامريكي جو بايدن بان بلاده بذلت جهود كبيرة لتحقيق وقف اطلاق النار واسحمت في تخفيف حدة التوتر في المنطقة لكن جدير ذكره ان الادارة الامريكية وافقت على بايع سلحة متقدمة تقدر قيمتها بسبمائة وخمسة وثلاثين مليون دولار لإسرائيل قبل ان يدعو بايدن الى وقف اطلاق النار لأول مرة وبعد اندلاع الصراعة دعت السين مجلس امن الدولي كرئيس دوري له لعقد اجتماعات وتخفيف التوتر للوضع وانحاء الازمة بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في الايام العاشر والثاني عشر والسادس عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري على التوالي بمنع مجلس الامن من اتخاذ اجراء موحد حيال القضية الفلسطينية الاسرائيلية يمثل مجلس الامن صوت المجتمع الدولي في حين ان الولايات المتحدة تقف عند الجانب الاخر للمجتمع الدولي بغض النظر عن مصالحها الوضنية وبالعكس ظلت الصين تعمل على انحاء الصراعة وبالاضافة الى تحريك مجلس امن الدولي لاستر قرارات الازاء القضية الفلسطينية الاسرائيلية قال عضو مجلس الدولة وزير خارجات الصيني وان اي في السادس عشر من مايو بشكل علني انه يتطلب على جانبي صراعة وقف اطلاق النار على الفور وتراحب الصين بالشخصيات الفلسطينية والاسرائيلية التي تحب السلام لاجراء التفاوض السلمي في الصين وعندما تحقق وقف اطلاق النار يوم الجمعة الماضي بادرت الصين في مد يد العون الى فلسطين حيث قال المتحدث باسمحية التنمية وتعاون الدولي الصينية تين لين ان الحكومة الصينية اطلاقت آلية الرد العاجل للمساعدة الانسانية يوم الخميس الماضي وستوفر مساعدة انسانية عاجلة للحكومة الفلسطينية في اسرى وقت ممكن وفقا لحاجة الجانب الفلسطيني لمساعدته على علاج المصابين وتوطين المشاردين وقال المتحدث باسم وزارة الخارجات الصينية جاولي جيان يوم الجمعة الماضي ايضا ان الصين ستقدم لفلسطين تحويل نقضيا يقدم بمليون دولار كمساعدة انسانية عاجلة وستمنح مليون دولار اخر لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين فلسطينيين في شرق الادنى اضافة الى منح مئتين الف جرعة من لقاح كوفيد 19 لفلسطين ان تصارفات الصين تسهر الروح لانسانية الدولية ومسؤولية الدولة الكبرى وحفظ العدالة ورحمة بينما غضت الولايات المتحدة حتى تطرف عن القصف الاسرائيلي المفرط على غزة مما ادى الى تفاقم ازمة الانسانية هناك واذا فعل من تعتبره الولايات المتحدة عضوا لها نفس الشيء فلا شك ان البيت الابيض سيحتف بشعارات حقوق الانسان واقترمة الحرب بدلا من دعم حق الدفاع عن نفسه لذا تجلت المعايير مزدوجة للولايات المتحدة بكل غدوح من خلال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الاخير ترجمة نانسي قنقر